ايوه يا بيت زي ما بقولك كده احمد سعد ده اخو عمري سعد ياختش يا باختموهم بيهم واحد ممثل وواحد بيغني ايه؟ لا احمد سعد اللي متجوز سمية الخشاب ابوها؟ لا ابوها الخشاب ولا نجار مالوش علاقة بالقبلكاش سلام عليكم انت مين اللي قالك؟ مين اللي قالك؟ مين اللي قالك؟ انتك خابة اتعرفت على واحد شبه بسم الصمرة وانتعرفت منين؟ شفت شبه؟ مسد الخاتر وديها من نخطك نصيح من هنا ورايح يبقى فشنطتك ورقتين عارفة ايوه حنامو امان يا ستة من فضلك لو سمحت احنا عايزين تسكرتين للبنان هو متسربع ليه قوي كده؟ متسربع؟ ايه متسربع دي؟ ايوة الله ما تستهبر هي الدنيا حطير لا الدنيا مش هطير حضرتك الطيارة اللي هطير واحنا عايزين تسكرتين عليها لو سمحت شمع يا مكالمة؟ طيب يا ستة بعد اذنك تسكرتين بيروت وبعدك هكامالي مكالمة مستعجلين قوي؟ خش منك ليه مدي ايدك واحد جيحش وواحد جاخره انت مجنونة بقى ولا ايه؟ انا مش هعمل الكلام ده بقى تحيل لا يا بنت محمد امام مش ابن حازم امام لا ابن عادل كده برضو؟ دي طريقة خرط ملوخية؟ ولا دي طريقة حشو التنجان؟ هو انتم فكراني هاخد الاكل ده للعيال وانا مروحة الاكل ده هتاكلوه عالطيارة همأكل الاكل ده عالطيارة؟ ايوة بس حسب الدرجة السياحية يعني لو انت بازرس هتاكل الليل ملوخية اريدهي لكن لو فريست كلاث، هتاكل الليل ملوخية معا حتة زافر معا شويت بتنجمع الشيين معااااااااااا وايت واي واي مع اي่؟ اللهيت واي هو انااا اه وكي خالص اتنين فرست السي بلس بعد إذنك بس إحنا عايزين تحجز لنا التذكرتين جنب واحدة اسمها داليا عزت بنت الدكتور عزت أبعوف لا مش هي أيوة دوكها اسمها مريم لسا بتفرجالها على مسلسل يا ست مش هي والله العظيم إحنا عايزين لها الجنب واحدة اسمها داليا عزت مش معروفة قصا خالص إنتوا جايين تشقوتوا مسوان منها الطيارة يا ست داليا عزت دي مراته إحجز لنا كرسيين عشان عايزوا على جنبها فيها مشكلة دي هاريه ويس هو أنت مش عارف تقعد جنب مراتك في البيت دي تقعد جنبها في الطيارة السلطان أنت حاكلها؟ لا والله أنا مش أقل لحد غيرك طيب بعد إذنك بس أحجزين لنا التذكرتين ونبي عشان مستعجلين حاضر من عناية بس ما تنسوش آي طيب ماشي ماشي الضعيهم بقى يلا